موسيقى 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 مساء الخير مشاهدنا العزاء وأهلاً ومحمدكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم لكن قبل الخوض بتفاصيل الحلقة ندعوكم مع أبرزي محاولها تشيلسي يتوج بطلاً للدوري الأوروبي بفوزه العريض على جاره أرسنال بولندا والسينيغال تبلغان الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للشباب بكرة القدم التعادل السلبي يحسم مواجهة ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي بدورية أبطال آسيا أهلاً بكم من جديد توي جنادي تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه العريض على جاره اللندوني أرسنال بأربعة هداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما على عرضية ملعب باكول أذربيجانية وبعد شعط أول سلبي النتيجة انتفض البلوز في الثاني فأمطر مرمى أرسنال بالأهداف افتتحها الفرنسي أوليدي جيرو بتأخذ التاسعة والأرباح ثم ضعف الإسباني بيدرو رودريغيز النتيجة بحلو الدقيقة الستين وبعدها بخمس دقائق عزز البلجيكي إيدن هازارد تقدم شيلسي بتسجيله للهدف الثالث من علامة الجزاء وفي الدقيقة التاسعة والستين نجح أليكس أيوبي في تقلس الفارق للمفاجة لكن هازارد عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة الثانية والسبعين لتنتهي المباراة بفوز شيلسي ليتوجب اللقب الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وبعد اللقاء عبر المدير الفني للبلوز ماوريس يوساري عن سعادته باللقب الأول في مسيرته التدريبية وأكد بأنه محظوظ لوجوده في نادي تشيلسي الذي ينافس بالبطولة الإنجليزية كونها واحدة من أفضل البطولات في العالم نعم شاهدنا الكرام للحديث أكثر عن ملفات حلقة اليوم ينضم إلينا من السويد الكابتن ملكون ملكون كاتب وصحفي رياضي مساء الخير كابتن ملكون مساء النور مساء الخير كابتن طبعا يوم أمس توجد شيلسي بلقبه الثاني في بطولة اليوروبالييغ بانتصاره العريض حقيقة كابتن ملكون على أرسنال بأربعة هدف لهدف نعم نعم كابتن ملكون هل تسمعوني؟ انقطع الصوت شوي نعم هلأ صوتي واضح كابتن ملكون؟ هلأ تمام نعم كنت عم بسألك عن تتويج تشيلسي بلقبه الثاني ببطولة اليوروبالييغ بانتصاره العريض على أرسنال بأربعة أهداف لهدف طبعا نتيجة كانت مفاجئة وثقيلة أربعة واحد على الأرسنال نعم وبهذا الديربي اللوندوني يعني شغلة ما كانت متوقعة بس أنا اللي لفت نظاري اليوم بصراحة هو عنوان جريدة ديلي ميل بريطانية اللي عم تقول الساحر هزرد يقود موريس ساري المدرب ساري إلى لقبه الأوروبي الأول هذا اعتراف من الصحافة البريطانية أنه الدور الأكبر بهاي النتيجة العريضة كان لهزرد اللي يبدو أنه هي بالفعل مباراته الأخيرة مع البلوس صنع هدفين وصنع هدف ثالث كان النجم الأبرز ويبدو أنه كان يريد مسك الختام مع تشيلسي فعلا كابتن ملكون يعني هزارد قدم مباراة كبيرة يوم أمس أمام أرسنال وسجل هدفين والحقيقة كان من النجوم البارزين بنادي تشيلسي بالمقابل كابتن ملكون يعني نادي أرسنال كان أمله الوحيد أنه يفوز بهذه البطولة البطولة عفاً ويتآهل للشامبيونز ليج إلا أنه فشل في ذلك طبعا الخسارة مزدوجة فنائية الأبعاد لأرسنال أرسنال كان يمنى النفس أنه يعوض اللي فاته بالبريمير ليج وعدم التأهل للشامبيونز ليج لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن أمري والمدفعشية وبالمقابل كان المستفيد هو ليون الفرنسي وليون الفرنسي هاي السنة الثانية على التوالي اللي عم يستفيد من هاي الشغلة هاي السنة استفاد من أنه أرسنال ما كان ضمن الفرق المؤهلة المتآهلة والسنة الماضية أتلاتيكو مدريد لما فاز باليوروبا ليج وترك المجال لليون أيضا ليخوض البطولة اعتقد أنه الأرسنال خاد موسم متقلب هاي نتيجة منطقية لنهاية الموسم بالنسبة لأرسنال طيب كبتمالكون القانون هاد ما بيعتبر ظلم للفرق اللي بتحت المركز الوصافي باليوروبا ليج طبعا في كتير قوانين ظلم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشفافية اللي يدعيها تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هي شفافية فتفاضة وبدون نكهة وعلى فكرة حتى نكون صريحين هذا الاقتراح كان اقتراح فرنسي من رئيس نادي ليون أولاس بجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي وطبق هذا الاقتراح بمسايرة لأولاس والأندي الفرنسية والغريب انه مرتين استفاد منه النادي اللي رئاسه أولاس اللي هو ليون طيب كابتن كيف شفت أداء الفريقين عموما أثناء مجريات اللقاء؟ بالنسبة للمباراة يعني يبدو انه كان فيه ذكاء من قبل شيلسي كان فيه سذاجة بالتعامل سذاجة تكتيكية وسذاجة على مستوى الفردي والجماعي من قبل أرسنال ومدرب أمري اللي ما نفعته خبرته باليوروبا ليك مع الفرق اللي دربه سابقا بالمقابل يعني ما بعرف يعني الطريقة اللي خاط فيها موسمه تشيلسي كانت غريبة جدا يعني فريق يبدأ البطولات 16 مباراة بلا خسارة محليا وقاريا بعدين تتلكع نتائجه ويتعثر وبالنهاية يفوز بلقب اليوروبا ليك مع مدرب أقل ما يقال عنه أنه كان مغمور قبل سنتين لحتى عمل شيء مع نابولي أعتقد يعني تشيلسي هذا الموسم ما كان موسم مثالي رغم أنه بالمقابل كانت النهاية نموذجية بالفوز باليوروبا ليك لكن الأهم بالنسبة لشيلسي والأرسنال مو بس للأرسنال هو التساؤلات اللي هلا رح ينحطوا أمامها للموسم القادم شيلسي بلا هزارت ومع مدرب جديد على الأغلب لأنه ساري رح ينتقل على الأغلب لليوفنتوس وأرسنال بهذه العقلية اللي ما عم تجيب بطولات للمدفعشية ما بعرف لأي متر رح يستمر هاي حالة التخبط والتراجع الفريقين أمامهم تساؤلات كبيرة النهائي عطل اللقب لشيلسي لكن أنا برأيي الفريقين أمامهم مرحلة صيف مشتعلة حتى يدرسوا اللي صار بالموسم الماضي بشكل عام نعم فعلا كابتن يعني رحيل يعني اثنان من الأعمد الرئيسية بنادي شيلسي اللي هو النجم إيدن هزارت بالإضافة للمدرب موريسي وساري سيشكل ضربة للبلوز في الموسم المقبل أكيد أكيد هزارت كان العمود الفقري للفريق اللندني وكان من أهم اللاعبين خلال السنوات الماضية وإذا نقدر نعتبره كمان من نجوم السوبرستار ونخبب بأوروبا بالفترة الأخيرة بمساواة العديد من النجوم رحيله ما رح يكون عادي على الفريق وأعتقد ما في حاليا ولا لاعب بالتشكيلة يقدر يعوض رحيل هزارت ممكن المدرب يتعوض بمدرب آخر لكن هزارت لابد من صفقة كبيرة إلى تشيلسي لحتى يستعيد توازنه مع رحيل هزارت نعم كابتن ملكولو سمحت خليك معنا لانتقل للحديث عن الملف الثاني بحرقة اليوم كأس العالم للشباب ولكن بعد الفصل بلغ المنتخب السنجالي الدور الثاني من بطولة كأس العالم للشباب تحت عشرين عاما رغم تعادله السلبي من دون أهداف مع صاحب الضياف المنتخب البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى وبعد انبارة متوسطة المستوى الفني سيطر على مجرياتها التعادل السلبي من البداية حتى نهاية لتنتهي كما بدأت بشباك نظيفة وبالتعادل استمر أسود التيرانجا في صدارة المجموعة الأولى بعد أن رفعوا رصيدهم لسبع نقاط بفارق نقطة عن المنتخب الكولومبي صاحب المركز الثاني في ست نقاط والذي اكتسح منتخب تاهيتي بستة أهداف نظيفة ليرافق السنجال للدور الثاني كما تأهلت بولندا صاحبة المركز الثالث بعد أن رفعت رصيدها لأربع نقاط وفي منافسة المجموعة الثانية ساد التعادل السلبي أيضا قمة مباراة المجموعة بين المنتخبين الإيطالي والياباني ليصبح رصيد الأدزوري سبع نقاط في صدارة المجموعة يليه اليابان بخمس نقاط في المركز الثاني فيما حل المنتخب الإيكوادوري ثالثا بعد فوزي على المكسيك بهدف دون مقابل نعم كابتن ملكون ختمت منافسات المجموعتين الأولى والثانية وقبل قليل أيضا المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للشباب خلينا نبلش بالمجموعة الأولى كابتن ملكون تأهل كل من السنجال وكولومبيا وبولندا المجموعة الأولى أعتقد كانت المنافسة فيها قوية ومحتدمة وبدليل أنه الفارق النقاط بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث السنجال أعتقد كالعادة الفئات العمرية الصغيرة الفرق الأفريقية عادة تكون متألقة وتقدم منتخبات واحدة ومبشرة بالخير أنا أعتقد أنه بولندا باعتبارها الدولة المستضيفة تراجعها للمركز الثالث يحمل إشارات استفهام حول هذا المنتخب كولومبيا من المنتخبات منتخبات أمريكا اللاتينية المشهورة والقوية والعنيدة لذلك الفريق التأهل عن هذه المجموعة ما كان سهل وكان محصور من البداية بين الثلاث فرق باعتبار أنه تاهيتي خرجت بدون نقاط وكانت دون المستوى يعني لكن هذه هي بطولات كأس العالم توسيع العدد ما عم يكون بالأخص بالأدوار الأولى لمصلحة المتعة مصلحة الفرجة هي عبارة عن تحالفات في كونغرس الفيفا عم يؤدي لرفع عدد المنتخبات لكن هذا كله على حساب المستوى الفني لكن أنا أعتقد أن السينيغال وكولومبيا رح يعملوا نتائج جيدة ورح يكونوا من الفرق المقلقة للآخرين بالدور الثاني طيب كابتن ملكون يعني هلأ فرق بحجم تاهيتي والهندوراس يعني لا تقدم إضافة للبطولة يعني تخيل فريق تاهيتي وهندوراس عم يشاركوا بكأس العالم منتخب البرازيل غير مشارك يعني اليوم الهندوراس كابتن تخيل أكلت 12 هدف مع النرويج هلأ نحن خلينا نتفق أنه الفيفا هي عبارة عن مؤسسة اقتصادية ربحية كاملة الدسم وغير خالية من الكوليسترول أبدا يعني نعم حلوة هي منذ عام 1974 بعد مونديال ألمانيا عندما فاز جوها فيلانج البرازيلي برئاس الاتحاد الدولي الكرد قدم خلفا لسير آل فرامزي البريطاني أول تصريح لجوها فيلانج وعلى فكرة ها فيلانج ما هو لاعب كرة قدم يعني ما لاعبه بعمره كرة قدم أول تصريح له كان بالحرف قال جئت لأبيعكم سلعة اسمها كرة القدم تصريح خطير كابتن ملكون نعم نعم وهذا موثق يعني فهاي كانت البداية لتحويل كرة الفيفا اللي هي جمهورية كرة القدم لمؤسسة ربحية اقتصادية فهذا أفقد كرة القدم رومانسيتها وبرائتها ومتعتها وأفقدها بالتالي شعبيتها لأنه شفنا بعدين يعني هذا موضوع طويل ممكن يتخصص له حلقة كاملة شفنا بعدين أنه كانت اللعبة الشعبية الأولى صارت للي يدفع يقدر يشوف يعني طيب كابتن ملكون خليني اتفق معك بأنه الموضوع تأصفه موضوع اقتصادي وربحي طيب تأهوا الفريق مثل التاهيتي والهندراس حتى اقتصاديا ما رح يفيدوا بشي كابتن ملكون لا يفيدوا بالانتخابات تبع كونجرس الفيفا بأصوات الانتخابات تقصد طبعا 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 طيب خلينا ما منطلع عن موضوع كاس العالم كابتن لو سمحت المجموعة الثانية أيضا المنتخب الياباني المنتخبات الاسيوية بأخص بالذكر اليابان وكوريا الجنوبية عم تقدم مستويات مميزة والحقيقة لهم مستقبل بمجال كرة القدم العالمية منتخب اليابان تعادل مع ايطاليا وبلغ الدور الثاني عن المجموعة الثانية نعم قال ايطاليا تأهل عراقة كروية لا مجال للنقاج فيها لكن قبل ما احكي على اليابان احب احكي على شيء انا اشعر بالمفاجعة والدهشة في زمن الدهشة المفقودة انه المكسيك صفر في المجموعة ولا نقطة المكسيك عادة من المنتخبات اللي الى بصمة بالبطولات العمرية للناشئين والشباب وبالدورات الأولمبية خروج المكسيك من المجموعة بدون اي نقطة انا اعتقد هاي مفاجأة من مفاجأات البطولة نرجع لموضوع اليابان اليابان هلا هي كرة القدم في شرق اسيا اليابان كوريا الصين عم يشتغلوا كرة القدم بشكل علمي ومدروس ومنطقي وممنهج اليابان عملت شيء كتير جميل جدا لحتى نشوف نحن هاي نتيجتها انه تتعادل مع ايطاليا وتتأهل الدور الثاني هي جابت لعبين صغار السن جيل جديد زجتهم في البطولات الاسيوية كأس اسيا تحت 23 سنة بالصين عام 2018 وراها الدورة الاسيوية دورة العلعاب الاسيوية بجاكرتا بعدين كأس اسيا للشباب باندونيسيا كمان بعد هاي البطولات الثلاثة اخذوا اللاعبين قسمون لمنتخبين منتخب عم يخوض هلا كأس العالم للشباب اللي عم نحكي عليها ومنتخب عم يجهز ليخوض كوبا امريكا الشهر القادم بالبرازيل اعتقد فهذا التجهيز لانه هني بدن يطلعوا من هاي البطولتين كوبا امريكا وكأس العالم للشباب بمنتخب يحقق الحلم الياباني بالفوز بذهبية كرة القدم لأولمبياد توكيو 2020 السنة الجاي حتى عم يفكروا كابتن ملكون بعتزر عن المقاطعة عم يفكروا حتى بالفوز بكأس العالم 2050 يعني في خطة طويلة الامد للاتحاد الياباني لكرة القدم طبعا اليابانيين عم يشتغلوا بطريقة ممنهجة وبطريقة علمية ويفكروا بالمستقبل يعني اللي يفرق شرق آسيا عن غرب آسيا انه هني لما يخودوا اي بطولة عم يفكروا ما بعد هاي البطولة نحن بغرب آسيا يفكروا بهاي البطولة شو رح يعملوا ويتكون ردود فعلا على نتائج هاي البطولة ما عم ننتظر لقدام ايش رح يصير ايش ممكن عم نتقط نعم كابتن ملكون طبعا ايضا الاكوادور الحقيقة انتصرت على المكسيك انتصرت لكن لم تتأهل نعم الاكوادور تبقى كمان من المنتخبات امريكا اللاتينية القوية لكن اعتقد وجود اليابان وايطاليا بالمجموعة هو تأهل منطقي وهو حرم الاكوادور وقلل من حضوظها بالتأهل لدور الثاني نعم طبعا بالمجموعة الثالثة كابتن ملكون اللي انتهت مبارياتها الحقيقة قبل حوالي نصف ساعة او ساعة من الان منتخب الاوروغواي تغلب على منتخب نيوزلندا بقمة مباريات المجموعة لينفرد بالصدارة نعم الاوروغواي شيء منطقي انه تكون بالدور الثاني الاوروغواي دائما قدمت نجوم ببطولات كأس العالم للشباب ويعني المثال الاكثر ابهارا بالنسبة لجمهور كرة القدم بامريكا اللاتينية والاوروغواي انه بطولة كأس العالم للشباب قدمت انزو فرانشيس كولي اللي هو امير كرة القدم بالاوروغواي قبل سنوات طويلة اول اطلالة له اول بروز كان ببطولة كأس العالم للشباب اعتقد انه الاوروغواي من المنتخبات اللي تقدم دائما شيء جديد ونجوم جداد وما تكون طريقة ببطولة كأس العالم للشباب قصيرة اعتقد رح تكمل لأبعد من هيك نعم ايضا بنفس المجموعة كما تحدثت لك قبل قليل كابتن ملكون منتخب الهندوراس يعني يتعرض لخسارة يعني تاريخية 12 صفر امام النروج رغم هالشي النروج ما تأهلت كابتن حتى كافضل ثالث ام يعني صارت بطولات كرة القدم ونتائجها والتأهل والفار وا 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 هي عبارة عن جملة من المفارقات اللي ما عادت مفهومة يعني فريق يخسر 12 صفر وفريق آخر يربح 12 صفر وما يتأهل غريبة نعم واعتقد يعني ما عاد فيه توازن بالمجموعات ولا بالأعداد ومهما كان فيه فارق كروي ملحوظ حضاري ما بين النروج ونيوزيلندا لكن هاي كرة القدم وليزم نتقبل كل نتائجها يعني 12 صفر لم تكفي نعم كابتن خليك معنا لننتقل للحديث عن الملف الأخير بحرقة اليوم ملف دوري أبطال آسيا ولكن بعد الفاصل سيطر التعادل السلبي من دون أهداف على مواجهة ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم ففي المباراة التي تم نقلها للعاصمة القطرية الدوحة لأسباب أمنية بعد أن كانت مقررة في مدينة كربلاء العراقية لم ينجح كل الفريقان من استغالي فرص التسجيل التي يتيحت لهما على مدار شوطي اللقاء لتنتهي المباراة كما بدأت من دون أهداف وبهذه النتيجة حافظ الفريق الإيراني على صدارته لترتيب فرق المجموعة رافعا رصيده لـ 12 نقطة فيما أصبح رصيد النصر عشر نقاط في المركز الثاني وكان الفريقان قدمينا تأهلوها مسبقا للدور ثمن النهائي نعم كابتن ملكون المجموعة الآسيوية الأولى بمنطقة غرب آسيا طبعا بهذه النتيجة اللي جرت بين ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي بقي ذوب آهن في الصدارة والنصر بالمركز الثاني طبعا كان قدمينا تأهلهما مسبقا نعم المباراة كانت تحصيل حاصل الفريقين ضمنوا التأهل مع ظروف شوي أمنية أمنية ومزعجة لحتى نقلت المباراة من كربلاء للدوحة أعتقد كانت المباراة لاستعراض القدرات ليس أكثر في مجموعة كان عانوا الفريقين لأنه بنضمن نفس المجموعة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي وهن من الفرق المتمرسة بالبطولات الآسيوية لكن ذوب أصفهان الإيراني والنصر استطاعوا أن يتأهلوا واستطاعوا أن يخرجوا حبايب بالمباراة الأخيرة على أمل وبانتظار ما سيجري في شهر آب القادم في دور الستعاش نعم طبعا دور الستعاش كابتن نالكون سيشهد العديد من المواجهات القوية طبعا ديربي سعودي بالإضافة لديربي قطري طبعا من المبكر أن نتحدث عن مباراة هذا الدور طبعا المجموعة الأولى كابتن نادي زوراء العراقي رغم أنه قدم مستويات مقبولة نوعا ما إلا أنه ودع البطولة بحلوله ثالثا بثماني نقاط هو فاز بالمرحلة الأخيرة على الحقيقة الوصل الإماراتي بنتيجة عريضة كابتن نالكون خمسة أهداف لهدف نعم الزوراء العراقي كان قريب من التأهل لكن النصر السعودي قدر أنه يتأهل المباراة يعني الفوز العريض هذا اللي اتحقق على الوصل ما أعتقد أنه هو مفاجأة الزوراء العراقي من الفرق العربية والآسيوية العريقة لكن تبقى كرة القدم العراقية بشكل عام لا تزال تدور في نفس فلك المعاناة اللي تمر فيها البلد عندنا لسه العراق مات عافة رياضية صراحة نعم كابتن ملكون خلينا نلقي نظرة بعد إذنك على بقية المجموعات طبعا بالمجموعة الثانية الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي ضمينات أهلوما كيف شفت المجموعة الثانية كابتن؟ نعم المجموعة الثانية أيضا قوية وجود لوكوموتيف تشقند والريان القطري أعتقد كمان من الفرق بالأخص كوموتيف تشقند من الفرق القوية خروجه من الدور الأول ومن مرحلة المجموعات أعتقد هذا نجاح كبير للوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي لأنه نحن تعودنا من الفرق الآسيوية لأنه يكون المنافسة عالية المستوى لكن النجاح الوحدة والاتحاد كان مشهود له الريان القطري ما قدم موسم جيد اكتفى بثلاث نقاط أعتقد مركزه كان طبيعي لكن لوكوموتيف أنا أعتقد كمان من المفاجآت أنه خروجه من الدور الأول نعم كابتن ملكون بالمجموعة الثالثة تأهل الهلال والدوحيل الهلال السعودي طبعا والدوحيل القطري أكثر من علامة استفهام كابتن ملكون على داء نادي العين نادي العين من الأندية الحقيقة المتميزة بالقارة الآسيوية وهو بطل أول بطولة للشامبيونزيق الآسيوي عام 2003 بشكلها الجديد نعم إذا كان تأهل الهلال السعودي وتصدره للمجموعة ب13 نقطة هذا شيء منطقي وطبيعي ويجايد ضمن السياق لأنه فريق عريق لكن أنا أعتقد أنه استقلال الطهران الإيراني والعين الإماراتي من الفرق اللي إلا باع طويل بالبطولات الآسيوية خروجا من الدور الأول وتأهل فريق مثل الفريق الدحيل القطري هذا كمان يشكل مفاجأة ويؤكد أن المنافسة في المجموعة الثالثة لم تكن سهلة ولم يكن التأهل فيها على طبق من ذهب وبطريق مفروش بالورود في الاستقلال طهران والعين الإماراتي خروجا من الدور الأول أعتقد كان مفاجأة والمفاجأة الأكبر بالمجموعة هو الادحيل القطري نعم المجموعة الرابعة والأخيرة كابتن تأهل السد القطري والأهلي السعودي طبعا أهلي السعودي تأهل من عنقل زجاجة بعد فوزه المثير بالجولة الأخيرة على بختكور الأسبكي في جده نعم مجموعة لاهبة مجموعة قوية المتصدر عشر نقاط السد القطري أهلي السعودي الثاني تسع نقاط بختكور الثالث من نقاط بريس فوليس سبع نقاط هذا يأكد أن المنافسة بالفعل كان نحسمت باللحظات الأخيرة وأعتقد بختكور من الفرق القوية جدا خروجه أمام الأهلي كمان من المفاجآت بالبطولات الآسيوية نحن تعودنا السد والأهلي السعودي إلى ندور مهم بالبطولات الآسيوية لكن وقوعهم في مجموعة مثل هذه المجموعة وتأهلهم مع بعض اثنينات كبطل وكواصيف أعتقد هذا إنجاز للكرة القطرية والكرة السعودية نعم كابتن أيضا الحقيقة نادي بريس فوليس يعني لم ينجح بالتأهل رغم أنه نادي بريس فوليس قدم مستويات مميزة بالبطولة الماضية نعم سبع نقاط سبع نقاط يعني بصعوبة نعم وبيفرق عن المركز الثاني نقطتين فقط اللي هو الأهلي السعودي نعم طبعا أيضا كابتن للتنويه مواجهات الدور ثمن النهائي ستنطلق في الخامس من الشهر آب المقبل بلقاءين الاتحاد السعودي مع الذوب آهن الإيراني والنصر السعودي مع الوحدة الإماراتي تستكمل يوم السادس من نفس الشهر كابتن بإقامة أيضا لقاءين طبعا لقاءان ديربي سعودي وديربي قطري الديربي الأول رح يكون بين الأهلي والهلال السعوديين والديربي الثاني سيكون بين الدحيل والسد القطريين هي دور الثمن النهائي أعتقد هذه السنة رح يكون ساخن جدا يعني أسخن من شهر آب بالخليج الديربي القطري والديربي السعودي بالأخص الديربي السعودي الأهلي والهلال يعني من الديربيات الآسيوية والعربية المشهورة والقوية جدا أحب أنوه كمان بمباراة الاتحاد السعودي وذوب أهل العيراني كمان ما رح تكون سهلة أبدا المباريات أنا أعتقد نحن بانتظارنا مباريات مهمة وساخنة وما رح تحسن من الجولة الأولى بالتأكيد لأنه المستويات متقاربة والمنافسة كثيرة نعم كابتن ملكون كنا سعيدين جدا بانضمامك لأن الكابتن ملكون ملكون كنت معنا من السويد الكاتب والصحفي الرياضي شكرا جزيلا لك إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي لختام حلقتنا لهذا اليوم وحتى نلتقي في حلقة جديدة لكم منا ومن كابر قناة اليوم كل التحية والمحبة وإلى اللقاء